السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطيكم العافية متابعينا ومشاهدين الكرام رح نشرح في هذا الترمستات ميزة أخرى واللي هي قفل لوحة الأزرار بحيث أنه أنا حاط إعدادات كول مثلا درجة حرارة معينة فان أو عامل ضبط أسبوعي أو عامل أي ضبط معين ما بدي حد طبعا يغير في هاي الأعدادات أو يجي أي طفل ويضغط على هاي الأزرار مثلا ويغير في هاي الأعدادات أو يعمل لي إشكالية في هذا الموضوع أنا بدي أقفل مثلا هذا الترمستات فعملية القفل بتتم من خلال هذا الزر اللي شايفين وهنا شرحنا عنه في فيديوهات سابقة الزر للغاء بحال أنا ضغطت على هذا الزر بشكل متواصل طليت ضغط عليدي عدد من الثواني شايفين حاليا أومض عندي هون شيء مكتوب شايفين عمليا معناها أنه أنا في حال بدي أغير شايفين هون الخيارات المربعة اللي كان موجود فيه كان مربع موجود شايفين يعني في حال أنا لغيت اللوك شايفين أنا هون حاليا تفاعل عندي الأزرار وهذا المربع الأسود يعني أنا عندي خيار أني أقوم بعملية التغيير والتبديل تمام في هاي الأعدادات مثل ما شرحنا سابقا في حال أنا قفلت الترمستات بضغط على هذا الزر لمدة ثلاثة إلى أربع ثواني شايفين أو مضع عندي هاي الكتاب اللي هي يعني أنا قفل أطفال في هاي الحالة تم إلغاء المربع الأسود الموجودين يعني أنا حاليا في أي زر أنا بضغط عليه أصلا غير مفاعل الشاشة بالأمن الأساس تمام حتى هاي هذا الزر اللي هو زر للأطفال والتشغيل ما رح يكون شغال في حال إحنا اخترنا يعني أنا في عندي خيارين اللي هما طبعا قفل الأطفال وهو قفل كامل تماما وفي عندي قفل جزئي للمهام رح ندخل طبعا إحنا رح نلغي اللوك رح نضغط مرة أخرى ثلاث ثواني حاليا رجعت فاعل عندي هذا النظام الأسود فبالتالي أنا رجع طبعا الترموستات شغال عندي رح أنزل وأشوف طبعا من ضمن القائمة هاي أضغط عليها وأضغط مرة أخرى وأشوف طبعا عندي خيار تحت اسمه كي لوك سيلكت شايفين منزل عليه من هذا الزر تجاه الأسفل شايفين هون مكتوب تشايلد لوك معناته أنا عندي في خيار آخر شايفين إذا حال أنا ضغطت عليه هون أوكي بيطلع عندي تشايلد لوك فبضغط على هاي الأزرار باتجاه الأسفل وباتجاه الأعلى بيقول لي تشايلد لوك ولا بدك أنت بارت لوك يعني بدك أنت قفل للأطفال قفل كامل حتى التشغيل والأطفاء ولا بدك أنت قفل جزئي في حالة أنا طبعا بدي قفل جزئي باقي أوكي وبرجع طبعا على الشاشة الرئيسية من زر الإلغاء حاليا في حال ضغطت أنا هون على هذا الزر لمدة ثلاث ثواني شايفين ما أعطاني تشايلد لوك أعطاني بارت لوك أعطاني بارت لوك معناته هون أنا عندي فيني أغير طبعا في بعض الإعدادات بينما في بعض الإعدادات الأخرى أنا ما فيني أغير حاليا شوفوا هون بحال أنا بدي أغير بالبروحة طبعا عم أتغير عندي شايفين بدي أنا أنتقل كمان أنا بقدر أغير تمام بحال أنا انتقلتون إلى تبديل المود أنا أيضا بقدر أغير المود تمام بحال أنا بدي أنتقل للقائمة للقائمة شايفين هون هذا البارت لوك أنا هون بهذه الحالة منعت طبعا غير المتخصصين بأنهم وفوتوا على الإعدادات تمام وهذا الزر طبعا زر هام يعني أهم من قفل الأطفال الأطفال بجزء يضغط على زر معين نرجع احنا نشغل المكيف أو نبدل الإعداد الموضوع بسيط أما إذا كان أنا أجأ أحد الأشخاص وضغط على زر الإعدادات وغير في إعدادات أو أدخل إعداد خاطئ ممكن يعمل لي مشكلة فيه المكيف فعمليا أنا بفضل أنه تعملوا اللي هو البارت لوك في حال أنه بتكون تلغوا هذا الخيار بكون أفضل طبعا إزرار كلها بتكون شغالة ولكن الزر القائمة اللي ندخل عليه احنا على إعدادات هذا الجهاز يكون مقفل في هذه الحالة طبعا إحنا مبدأيا رح نلغي اللوك الموجود معنا بالضغط 3-4-8 على هذا الزر إذن هاي طريقة طبعا قفل هذا الترمستات وهي بيزة جيدة جدا في هذا الترمستات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر